السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اخبرني الله انا امرأة والدي والمستمعين يقولوا امين كيف يوقع على هذه الحديثة بابا والدي كانت مرتو متسكينة خاسر لابنها دم وبغاد تمشي مع الصباح الكلينيك فعيطات له وقالت لي هجي جيبلي ايه دانو الولدي وصيري لك الزلادة تشي وتم جاي جاي غير على الموطر مداش طموبيب جاي على الموطر زلق في الموطر الموطر مشوه هو جاعدا الله اكبر لا اله الا الله صابت تضرب السدروم اللي ديناه العام الطبيب قال لك جاي نازي في داخلي مشات لي الرية كان الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله اه عم صبرنا شاء الله ياسي بالحاج وبقي داري صغير يلا عنده سبع وعشرين عام وخللية وليد عنده في الله ست شهر لا اله الا الله والله العظيم النهار اللي غي متباه اول كلمة غينتق ذاه غي يقول الله اكبر الله اكبر لازره ام توقعت شيء ام تدفنتوا وقالي يا الخميس مع الأدم تع المغرب الله أكبر وتوفى مع نهار توفى مع الفجر مع الأدم قد قد وتخدتوا الجمعة أواب في النهار الجمعة وصلوا عليه ما نقولش لك شحال ديال الباشار وتابعينوا الناس طريق حبسات ديال تطملي كل هالحبسات والدي كيبغي وضع الناس ما كيش لك يقول فيه خيلو ولد مرضي ليش أهليك إن لله وإن إذيه راجعون لا تطلب الله غير يصبرني ويصبر مرضه لا إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا نداء كان قدمون الشباب كاملين إياه لا ما يبقوا شي تهورق ما يمشيوش بالسرعة باش الأمة هديالهم ما يحسوش بهذا الشي اللي حسيت به أنا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله هذا بالآليم وهو حرقة في قلبي ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله هو عزيز ورب عز منه الحمد لله لا إله إلا الله يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يزوك تصبر لا حول ولا قوة إلا بالله شكرا لك شكرا لك ونفرنا أن هذا النداء ديالك يوصل عند الأمهات والأباء والشباب ديالنا لأن حوضت سير تتفاقم وتتكاثر أعدادها خصوصا في صفوف الدراجات النارية هناك شباب غير كي يبدأ الحياة دياله كي يطلب من والدي أنه يقتني دراجة نارية ومن ثم يحب السرعة وقد لا ينتبه إلى المخاطر للطريق وكان سمعه تقريبا يوميا حوضت سير في صفوف الشباب بدراجات النارية وكتكون الحدثة قاتلة يعني ليس هناك كسر ولا شرح وإنما هناك إزهاق للأرواح فكتمنى أن الأباء والأمهات يحرصوا على أنهم يوجهون وليدتهم توجيها حسنا حتى يتقوا ويتثادوا هذه المخاطر المميتة والقاتلة والشباب أيضا عليه أن يعرف بأنه ره مسؤول ره ملكي وقاليشي واقعا هو كي مشي عند الله تعالى وكي يخلي خلفه أحزان وكي يخلي وراءه بكاء وكي يخلي وراءه ويلات ومصائب حتى وحد ما كي ينساه وكان عرض عدد الأمهات ماتوا وليدتهم هذه عشرين عام تقريبا بحوالي تسير ديالدراجات النارية بالسرعة المفرطة ولم تنسى الأمهات موت أولادهم سنين وسنين ولا زال كأن الزرخ وقع بالأمس لأن المصيمة كبيرة على كل حال هذا قدر الله تعالى لن نظهر عدم الله أجركم في ابنكم وأسأل الله تعالى أن يتغمده في وسع رحمته وأن يكون من الشهداء هناك واحد الأمل جميل وهو أن الذي مات بغتتم أو بحوالي تسير يلحق بالشهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الشهداء وما أعد الله لهم بالنعيم قال من غير الذين يحاربون في ساحة المعركة من أجل إعلاء كلمة الدين قال حتى الغريق يسمى شهيد من كان يسمح في اليم أو في البحر أو في النهر وغارق يسمى شهيد والحريق يسمى شهيد من احترق بنار أو بصدمة كهربائية أو غيرها يسمى شهيد والذي سقط من علم إما من مرتفع من جبل أو من شجرة أو من عمارة من مكان مرتفع فيه درج يسمى شهيد وكذلك المرأة عند الوضع المرأة إذا كانت تهيد ووقعت لها صعوبة في الإنجاب ثم توفيت تسمى شهيدة وكذلك المطعون من مرض بمرض الطعون حتى قيل بأن الكوليرا والكوفيد 19 وغيرها كله يسمى طعون الطواعين طواعين عبر التاريخ تتنوع فمن مات هو مطعون يسمى شهيد فهؤلاء كلهم شهداء ومنهم الذي يموت ميتة البغته فلعل ابنك يتقبله المولى عز وجل في صفوف الشهداء ويكون من الذين أكرمهم المولى بحسن ضيافته لأن الشهيد أول ما تعتبره الله عز وجل أنه لا يشعر بألم الموت لا يشعر إلا بما يشعر به من وخزة الإبرة وأنه يعفى من السؤال في القبر أن في قبره لا يسأل لا يمعطلونه الملكين ليسألانه لأنه عنده الرأي البيضاء ثم إنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وربنا يجعله من القبور إلى القصور ويعطيه الله يوم القيامة الشفعة لسبعين من أهل بيته يشفع لهم هذا إكراما لمن مات موت غير عادية ربنا يخفف عنه وعن أهله بكرامات الشهيد أرجو أن يكون ابنك منهم ولعل موته ليلة الجمعة لأنه هناك كرامة من يموت الاثنين والجمعة ربنا وعد بأنهم من المكرمين وأنهم لا يسألون في قبورهم الذي يدفن يوم الجمعة أو يوم الاثنين لا يسأل في قبره لأنه يكون من أهل الله وخاصته ثم إن من مات وتمعه عدد كبير من المشيعين يشيعون جنازته كلهم يشفعون له إذا كانوا فقط غرتلت صفوف يشفعون له كوتيبت له الجنة أما إذا كانوا بالعشرات أو بالمئات فإنه يكون من المقربين إن الله وابنك ولله الحم صار معه كما قلت عدد كبير من المشيعين ثم إنه صلي عليه يوم الجمعة وقيمة عليه صار الجمعة وبعدها صار الجنازة بمعنى أنه يكون من المقربين المدعنين عند الرحمن الرحيم ثم إن هؤلاء المشيعين كانوا صائمين فيوم الجمعة كتأول جمعة في رمضان وكانوا صائمين وهذه كلها كرمات لكن يبقى دوما بأن الفقد شيء صعب وعسير كما دعسنا أن نقول إلا كما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لا نقول إلا ما يرضي الله وإن لله وإن إليه رجعون أسأل الله تعالى أن يتقبله في واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يجعله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يا ربي يا كريم اجعلوا في قبره من الآمنين اجعلوا في قبره من المدعمين وأدخله جنة الفردوس مع النبي المصطفى الأمين وارزق أهله الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه رجعون السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة لنستمر بنشر المزيد اشتركوا في القناة